بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هناخد النوع التاني من العوامل بتاعة الضغط الجانبي للسائل اللي هو وده الجزء السادس من شابتر سيفن. طيب مبدئيا يعني يا شباب زي ما اتفقنا. وشرحنا قبل كده. احنا عندنا فيه وعندنا وعندنا الفرق على حسب حركة مين الحائط نفسها. لو الحائط ما تحركش زي المرة اللي فاتت فده اسمه اترست. اما بقى لو الحائط اتحرك او لف شايفين اللفة اللي اللفها دير? لفها بس بعيدة عن فده نتيجة طبعا من احمال بتاعتي. ده بيسموه يعني ايه الكلام دوت? يعني الحيطة بتاعتي وقفهيت. حصل لها دوران فين? في اتجاه عكس يعني الحيطة ما تحركتش كده. لا ده بتحركت كده الناحية التانية دي. طيب خلي بالك من النقطة المهمة دي. في الجراني والسويل او التربة اللي ليها مين? كلمة جراني والسويل يعني يا شباب? اتفقنا الجراني والسويل يعني تربة ليها فاي. والسي بتاعتها بكام بصفر. ايه اللي يحصل? يعني ايه? يعني انا بالعقل كده بص كده. انا عندي حيطة هيا. وعليها تربة عملت زوقها. طب بالعقل لو انا الحيطة دي تحركت كده. القوة دي هتريح ولا مش هتريح? هتقل. فعلا هتقل. يعني انا عندي كان موجود قيمته هنا هوت وما كانش فيه حركة خالص. الحركة بصفر. كل ما الحركة تبتدي ايه? الحركة تبتدي تزيد. ما لها? الفرس اللي جاي اللي هنا هتقل تقل تقل حاد ما توصل للاكتف مين بتاعتي. ده هنتكلم برضك بالمور آآ سيركل. ركز معي. اولا دي الحالة بتاعت مين? حالة اللي هي الاتريست. اللي هي سيجما هوروزونتا. اللي هي سيجما مين? وانحنا اتفقنا ان كلمة اكتف يعني ايه اللي حصل? يعني الحيطة تحركت بعيدة عن السويل. ولما الحيطة تتحرك بعيدة عن السويل ايه اللي يحصل? قلنا ان سيجما هوروزونتا المالها هتقل. لكن ما زالت الوزن ماله? ماله. عمال يحصل له ايه? ثابت. فتلاقي ان الدايرة بتاعت مور بدل ما بقت كده بقت مالها بقت كده. وبقت كده عمالة سيجما هوروزونتا العمال يقل? يقل لي يقل? لحد ما يوصل للاتزام بتاعه. لما يوصل للاتزام بتاعه قوله اه ده ده في بتاعنا. اعتقد كده اتفهم الجزء بتاع. يبقى انا عندي لو انا عندي دايرة كده. وده ده الزوايا مين فاي. ودبقى دي سيجما هوروزونتا بتاعتي. الفكرة واحدة سيجما هوروزونتا راجبها ازاي? عبارة عن كي اكتف في مين في الكي في السيجما هوروزونتا. الكي اكتف ده بقى بيتجاب عن ايه? في عندنا راجل طبعا عالم كبير اللي هو الرانكن والرانكن سيرو دي كبيرة جدا. رانكن طلع كوفيشن للاكتف ارسي بشر. قولي يا عم الرانكن ده قيمته قد ايه? قال ان الكي اكتف عبارة عن واحد مقص ساين فاي على واحد زيت ساين مين فاي. او ممكن تقول تاني سكوير خمسة وربعين مقص مين مقص فاي على اتنين. ده اللي هو الكي اللي انت تاخده وتضربه في السيجما هوروزونتا ليديني السيجما آسف تضربه في السيجما هوروزونتا ليديني السيجما مين هوروزونتا بس ايه? اكتف وليس مين? ات رست. يعني لو هو طلع برضك اللي هي قيمة اللي انت شفتها دي اللي هي كان خمسة وربعين مقصة فاي على تنين فعندك ايه? ده بتاعه. الفيلير بتاع профессион اللي هورو زيت الزائد دي كده دي قيمتها كام? تسعين زائد فاي. حالة زوج دي كان تسعين يبقي زائد مين? زائد فاي. يبقى بتاعي المستوى اللي يعني يعني ايه? يعني انا عندي المستوى اللي يحصل في فيه في قيمته قدي ايه؟ خمسة وربعين زائد مين فاي على اثنين. وفي الحالة دي طلع الكي اكتف اللي هي كام? تان خمسة واربعين ناقص على اتنين. طيب. طيب هو دلوقتي زي ما انت شايف هنا برضك. ده بتاعي. طبعا ده زي ما اتفقنا حصل حركة هنا. بص كده ركز معي شايف دي? مش دي. اللي عايزت تسند. او التراب اللي عايزة تسند عن طريق اللي هو قلنا زاويته كم انت تطلعوا من هنا? ها? خمسة اربعين زياد في على تين. يبقى في عندي هنا هو ده اللي هي ايه? اللي هيضغط على بتاعتي. لو بسطناه وخلناها عبارة عن بالشكل دوت. قلنا خلاص ان قلنا زاوية انهيار المستوى خمسة اربعين زياد مين? في على اتنين. زي ما انت شايفها. هو حصل هنا دلتا اكس. ودي لتاني مرة. عندي مين ده? ده اللي هو مين? وبعدين عمال سيجما مين? هوريزونتر. عمال يحصل يقل لي يقل? لحد ما يوصل لمين? ها? ليه السيجما اكتف بتاعتي وتبقى الزاوية فاي اللي هي قدامك هنا. يبقى خلاصتها لو انا عندي تربة ليها فاي الاول فبيبقى ليها الارس بريشار او ليها جاما يبقى ليها ارس بريشار بالشكل ده. كي اكتف في جاما في اتش. طب لو كان لها سي بقى. السي دوت عبارة عن كوهيجن يعني تماسك التربة مع بعضه. ده عمالنا رانكين قال لي لا ده يبقى قيمته مقاومة اتنين سي في عبارة عن جزر كي ايه اكتف. لما تجمع ده زا اتدوت يعني بعد ما يحصل تشرك في هيتلاقي اللي يحصل جاما اتش او كي في جاما اتش ناقص ناقص ليه ناقص عشان ده بالنيجاتف اتنين سي جزري كي اكتف وفوق قيمة ديت اللي هي ناقص اتنين سي جزري مين الكي اكتف طيب عايز اجيب بقى الدبس ده اللي هو الزيد موت اللي هو بيسموه ايه دبس اوف تنشان كراك يعني الكراك اللي هيحصل نتيجة الشب اجيبه ازاي اقول له والله المحصلة انا بيستوي سيف عندي يعني اقول كي اكتف جاما في زد ناقص اتنين سي جزري كي اكتف وودي كنا اطلع حين اقدر اطلع الزد مين الزد ناقص او الارتفاع بتاع مين التنشان كراك دوت عبارة عن مين اه اتنين سي على جاما جزري مين الكي اكتف طيب وده هيفيدني في ايه هقول له اه لو حصل كراك يبقى المقاومة دي تشيلها خالص ويبقى الارس بريشر ما هو الا القيمة دي بس طيب ودي بردك استفيد منها بايه ودي مهمة جدا جدا ليك كمهندس لو انا عندي طربة ليها سي ممكن يمكن الحفر لمسافة اتنين زد نط بدون سند جوانب الحفر يعني ايه يعني كمان زد نط كمان انوت بحس ان المحصلة بتاعتهم صفر فما بقاش فيه ما بقاش فيه ما بقاش يوجد عندي ارس بريشر خلاص يبقى مش محتاج ان انا حطه حيطة عندي واضح طيب فانا عندي طلعت القيمة اللي انا عايز اطلع بقى بتاعتي خلاص احنا استفدنا ان الزد اه زد كراكينج اتنين سي هي مفوت سي بس اتنين سي جاما جازري جا وده مين كراك اللي هو زد ايه كراكينج طيب حلو الكلام ده يبقى لو عايز احسب ارس بريشر عادي خلاص بقى مفيش مدام مدام مفيش سي يبقى عبار عن لأ طبعا سي ده بصفر خلاص ده لو سي بصفر يبقى عبار عن الكي اكتب في سيجما بتاعتي طيب اهن يا بقى خلي بالك من الحتة دي لو في عندي مياه ايه اللي هيأثر هقول له لا استنى بقى مبدايا تحسب الارس بريشر اللي هنا اللي هو كي اكتب في جاما في اتش واحد وده ينزل ثابت زي ما هو كده وعدين يجيلي تربة تانية بس التربة تحت المية ليها جاما اسمها جاما اللي هي جاما داش اللي هيعبار عن جاما مقص جاما مين ووتر يبقى لما اجيحسب الارس بريشر هنا يبقى اكتب بعدها عشان يحول هالي في جاما داش في مين في الاتش ما تنساش اخطر حاجة ان انت عندك مية يبقى في عندك هنا مين ضغط جانبي للمية اللي هو عبارة عن جاما ووتر في اتش اتنين اللي هي ارتفاع المية جاما موتر في اتش ووت اعرف بقى اركز ده وركز ده وركز ده وركز ده واجيب المحصلة بتاعتهم كلهم وممكن اجيب كمان مسافة التأثير بتاعتها يبقى انا جبت الاحمال نتيجة الاكتب ارس بريشر طيب اخر نوع اللي هو ده هنتعرض ليه في المرة القادمة ان شاء الله شكرا